سؤال هنا عن فتاة بلقت سن الحيض ولم تصلي لمدة سنوات ثم نوت الالتزام بالصلاة والعبادات كيف تتعامل مع ما فاتتها من صروات هذه المسألة مشكلة صراحة إذا كانت هذه المرأة في البادية تجهل الحكم فهذه معذورة وأما إذا كانت في الحضر ويتعلم ما يجب عليه لكن خجلت مثلا من أنها تصلي أو تمتل عن الصلاة ويعلم أهلها وأقرباؤها ذلك فهذا ليس عذرا لها والواجب عليها أن تقضي ما استطاعت من هذه الصلوات عند جمهور أهل العلم وسماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين يتردد في هذه المسألة لما يوجد من تقصير عند هذه المرأة خصوصا في ترك الواجب فلا يجوز المرأة أن تتركها واجبا حياءا من الناس فهي تستحي من الناس ولا تستحي من رب الناس تبارك وتعالى فعلى كل إذا قدرت على أن تقضي فعليها والأحوط لها أن تقضي مفاتا من هذه الصلوات